النمر اعتبرته الثقافات رمزا للقوة والشجاعة أكبر قط بري في العالم تحدثنا في حلقة سابقة عن الأسد ثاني أكبر السنوريات حجما واليوم سنتحدث معكم عن حيوان آخر من السنوريات وأحد القطة البرية كبيرة الحجم أهلا بكم وحلقة جديدة نتحدث فيها عن النمر المنافس الأول للأسد في الغابة لكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وهيا بنا لنتعرف عليه أكثر والقط الأكبر بين جميع القطة البرية هو من الحيوانات المفترسة الآكلة للحوم ويتغذى على ذوات الحوافر مثل الغزلان والخنازير البرية وغيرها من الحيوانات يحب العيش في الغابات حيث تسمح له الأشجار بالاختباء وصيد الفرائس النمر قطة كبيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسود وهي حيوانات آكلة للحوم من الثديات تدبع لفصيلة السنوريات هي القطة الكبيرة الأكثر انتشارا في العالم تتواجد في آسيا وأوروبا وإفريقيا يمتلك النمر معطفا برتقاليا محمر اللون ذو خطوط داكنة ويبلغ طول ذيله نحو 90 سنتيمتر ويبلغ وزنه في المتوسط 204 كيلوغرامات ويبلغ طول قامته نحو 90 سنتيمتر فيما يبلغ طول أسنانه نحو 10 سنتيمترات له مخالب يعادل طولها طول مفاتيح المنزل وتكون الذكور عادة أثقل وزنا من الإناث ضمن كل نوع تتعدد أنواع النمور حيث هناك خمسة أنواع فرعية أو سلالات من النمور في الوقت الحالي وهي النمر البنغالي أو الهندي ونمر جنوب الصين ونمر الهند الصينية ونمر صوماترا ونمر سيبيريا أو آمور كما أن هناك ثلاثة أنواع فرعية انقرضت من النمور وهي نمر قزوين ونمر بالي ونمر ياوان تعد جميع النمور من الحيوانات آكلة اللحوم وعند الافتراس تقبض النمور على عنق فريستها بفكيها لخنقها وعلى الرغم من أن النمور تعد من الحيوانات الشرسة في الصيد إلا أنها تفشل أحيانا تعيش النمور بشكل انفرادي باستثناء الأمهات وأجبالهم الذين يعيشون معا حيث تتجول النمور منفردة عبر مساحات واسعة يتم الإعلان عن استعداد النمور للتزاوج من كلال إصدار الأصوات والروائح ولا يوجد موسم محدد وثابت للتكاثر رغم أن التزاوج يحدث غالبا في فصل الشتاء يولد الأجبال بعد فترة حمل تزيد على ثلاثة أشهر وتلد أنثى النمر ثلاثة أو أربعة أجبال في المرة الواحدة هي تهتم بها حتى يبلغ عمرها سنة ونصف ويتضاعف حجم الأجبال أربع مرات خلال الشهر الأول من العمر وتكبر أجبال النمر بسرعة وفي عمر ثمانية أسابيع تصبح الأجبال مستعدة لتعلم كيفية الصيد والخروج في رحلات الصيد مع أمهم وفي سن الثانية ينطلقون للعيش لوحدهم تتشابه الأسود والنمور بشكل كبير فلو تم حلق شعرها مثلا فلن يتمكن أحد من تمييزها لأن بنيت أجسامها متشابهة للغاية تعتبر النمور في الغالب حيوانات ليلية لكن يمكن أحيانا ملاحظتها في وضح النهار وتفضل أنواع الفرائس الصغيرة إلى المتوسطة وعادة ما تخزن جثث الفرائس الكبيرة في الكهوف أو العرائن وتشمل أنواع الفرائس الرئيسية لها الغزال العربي والوعل النوبي والأرانب والماعز وغيرها من الحيوانات الصغيرة ونظرا لأن عدد هذه الفرائس قل بشكل ملحوظ بسبب السكان المحليين تضطر النمور إلى تغيير نظامها الغذائي إلى فرائس ومواش أخرى مثل الماعز والأغنام والحمير والجمال الصغيرة ومن الحقائق المذهلة عن النمور أنها قادرة على الرؤية في الليل أكثر ست مرات أفضل من الإنسان وأنها قادرة على تناول وجبة يصل وزنها إلى أربعين كيلو جرام في اليوم الواحد تمتلك النمور قدرة هائلة على السباحة ويمكنهم قطع الأنهار والبحيرات التي يتراوح عرضها بين 6 إلى 8 كيلو متر كما يمكن أن تصل سرعة النمر إلى نحو 65 كيلو متر في الساعة رغم أنها كبيرة الحجم وثقيلة الوزن يساعد الذيل النمور على المحافظة على التوازن أثناء الحركة والجري كما أن كل نمر يمتلك خطا مختلفا عن الآخر على جسمه بشكل مماثل للبصمة عند الإنسان وختاما كانت هذه معلومات عن النمور بشكل عام ولا توجد فروقات كثيرة بين سلالات النمور المختلفة ويكمن الإختلاف في موطن كل سلالة كما تتميز أنواع النمور من حيث صفات الفراء ويمكن التمييز بينها عن طريق حجم الرأس والأنف بالإضافة إلى السرعة وشدة الصوت بهذا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الحلقة وأن تشاركونا آراءكم في التعليقات وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة دمتم بخير Arabic Geographic طريقك إلى المعرفة